بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذا فيه بيان لحكمة أخرى من تشريعات الله جل وعلا الميسرة السهلة على عباده في أنه يريد بذلك أن يخفف عنهم الآصار والأغلال كما قال جل وعلا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون فهو سبحانه يريد أن يخفف عن عباده فيما يسره لهم من الأحكام السمحة التي تتناسب مع أحوالهم ومع أوقاتهم فهو سبحانه وتعالى لا يريد لعباده أن يعنيتهم وهو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولكنه رحمة منه بعباده يريد لهم السهولة والخير مع القيام بما أوجبه عليهم لأنه في صالحهم ثم قال وخلق الإنسان ضعيفا الإنسان ضعيف في بدنه وضعيف في إرادته فلو وكل إلى نفسه لضاع وهلك ولكن الله سبحانه وتعالى رحمه ولطف به فيسر له ما يصلح دينه ودنياه ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هذا شروع في أحكام أخرى وذلك لما كان الناس بحاجة إلى الأموال لأن المال عصب الحياة الله جل وعلا يقول وَلَا تُتُسُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ التي جعل الله لكم قياماً ولكن هذا المال لا بد أن يكتسب ويسعى في تحصيله والناس ينقسمون إلى قسمين قسم يسعى في تحصيل المال من الطرق الشرعية النزيهة المباحة وقسم يسعى وهم الأكثر يسعون إلى جمع المال من أي طريق من حلال أو حرام الله جل وعلا رسم لعباده الطريق الصحيح لاكتساب المال فقال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هذا خطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله وينتفعون به لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم المراد بالإضافة هنا الإضافة أموال الآخرين لا تأكلوا أموالكم أي أموال إخوانكم أو أموال غيركم ويدخلوا فيها أموالهم الخاصة فلا يجوز لهم أن يأكلوها بالباطل لا أموال غيرهم ولا أموالهم لا يجوز أكلها بالباطل والمراد بالباطل ما هو ضد الحق فالباطل كل كسب كل اكتساب محرم وكل معاملة محرمة فإنها باطل وذلك يشمل الكذب في المعاملات والغش في المعاملات ويشمل أخذ المال بغير حق بالسرقة بالنهب بالاغتصاب بالخصومات الفاجرة بالرباء بالميسر كل طريق حرمه الله جل وعلا فإنه باطل فالله ينهى عن جمع الأموال من طرق محرمة وعبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع وإلا فالنهي يشمل كل التمولات سواء للأكل أو لغيره اللباس الشراب الامتلاك العقارات كل شيء ينتفع به ولكنه عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع ثم قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة هذا استثنى منقطع هذا استثنى منقطع بمعنى لكن لكن إذا كان إذا كان أكلكم الأموال عن طريق تجارة عن تراض منكم تجارة يعني متاجرة بالبيع والشراء وغير ذلك على الطرق الشرعية ولا بد من التراضي من الطرفين البايع والمشتري وهذا يدل على أن البيع لا يصح إلا عن تراضي كل يرضى بإجراء المعاملة من بائع ومشتري ومؤجر ومستاجر وواهب وموهوب وغير ذلك عن تراض منكم أما إذا أجبر الإنسان على أن يبيع ماله فإن كان هذا الإجبار الإجبار بحق كما لو أجبر القاضي من عليه دين أو عليه حقوق للناس أن يبيع أملاكه ويسدد للناس فإن هذا إكراه أو إجبار على البيع بحق إجبار بحق وليس محرما أما إذا كان الإجبار بغير حق فإنه حرام ولا يصح البيع فلو أجبر إنسان على أن يبيع ممتلكاته بغير حق آذى ظلم والبيع باطل لعدم توفر شرط البيع وهو شرط صحة البيع وهو التراضي ثم قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم الله جل وعلا حرم قتل الأنفس بغير حق سواء كانت مسلمة أو كانت معاهدة أو مستأمنة فإنه لا يجوز قتل المعاهد ولا قتل المستأمن من الكفار لأن لهم ذمة ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وقوله لا تقتلوا أنفسكم هذا يشمل أن يقتل الإنسان نفسه أو يقتل نفس غيره فهو لفظ مشترك فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولا يجوز أن يقتل نفس غيره بغير حق وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنستكمل الكلام عن بقية الآية والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين